شنت قطعات جهاز مكافحة الإرهاب هجماتها اليوم الثلاثاء وتمكنت من اقتحام القاطع الجنوبي لمركز الرمادي بعد عبورها باتجاه منطقة الحميرة عبر جسر عائم مخصص للعمليات العسكرية وتحريرها لحي السكك والضباط وأجزاء من حي البكر والملعب بعد تنفيذ عمليات انزال جوي في بعض تلك المناطق ومساندتها من قبل الفرقة المدرعة الثامنة فيما تستمر عمليات القاطع الشمالي لتحرير البوذياب والمناطق المجاورة لها وإحراز تقدم بحسب قادة ميدانيين الخطة تسير كما معدى ومخطط لها ووفق الجدول الزمني لتطهير كافة مناطق جزيرة الرمادي من منطقة البعيثة والبفراج والبوذياب والاتجاه غربا باتجاه مناطق البعلي جاسم والبشعبان حتى مناطق هيت العملية تسير بإسناد مدفع كثيف وغطاء جوي لطيران الجيش والقوة الجوية العراقية وإسناد من تحالف الدولي الداعش لن يصمد ولا يستطيع الصمود أمام قطاعاتنا والدليل هو تراجعهم المستمر وتحقيق المكاسب من قبل قواتنا الأمنية المقاتلون أكدوا مواصلتهم التقدم مع هروب أعداد كبيرة من المسلحين ومقتل آخرين جراء المواجهات الجارية في الرمادي الداعش بدأ منكسرا بدأ مهزوم حاليا يعني جاي حتى تلاحظ أسلحتهم يتركون هوا ينهزمون الداعش ليس بالصلابة اللي بالسابق كانت عنده والإمكانية الآن الزمام المبادرة بيد القوات الأمنية والحمد لله يعني تقدم سريع عدادهم ظلتها بالشوارع الجثث مالاتهم يعني ما نقدر ما نقدر وين نود الجثث مالاتهم حاليا هسا تقدم مستمر وإن شاء الله عن قريب نبث لكم بشرة النصر للأنبار فيما أوضح المقاتلون ضعف مقاومة مسلحي داعش واعتمادهم على العبوات الناسفة والدور المفخخة التي أصرت القطاعات المحررة على المحافظة عليها وعدم تدميرها دواعش يتخذون إجراءات الضعف وهي تلغيم البيوت وتلغيم المبانا وتلغيم الشوارع إن شاء الله الهندسة العسكرية مستمرة بتطهير هذه المناطق كل ما بقى في مدينة الرمادي مسألة وقت فقط وإن شاء الله النصر قريب جدا عمر العبيدي الحرة